عايزين نتطمن على أخبار الفريق الفريق حالياً موجود في بريتوريا بيستعد لمباراة القطن الكاميروني إن شاء الله يمون جمعة والفريق هيسافر يوم اللاربع فبالتأكيد محتاجين نعرف آخر الأخبار اللي موجودة في بريتوريا وإزاي الفريق بيستعد لكل هذه الأجواء معنا بالتأكيد في بث مباشر الزميل العزيز فاروق صلاح مفد قناة الأهلي مساء الفل يا فاروق برحب بيك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان عايز أتطمن منك طبعاً على الأجواء عندك أكيد أجواء حزينة في حالة غضب أكيد داخل صفوف الجهاز الفني لكن بعد 48 ساعة من المباراة هل في اجتماعات تمت من الجهاز الفني هل اللاعبة تكلمت مع بعضها الفكرة مش نكسب القطن والهلال ونتأهل لا الفكرة إزاي الجيل ده يدافع عن اسمه نفسه تاريخه يعني الأجواء عندك هو أكيد نسمع منك كل الجديد يا فاروق أعتقد يا محمد يعني في مستهل كلامك قلت كلام في غاية الأهمية آه ممكن نكسب القطن وممكن نكسب الهلال وممكن ناخد البطولة لكن الحدث اللي حصل طبعاً ما ينفعش يتقرر مع الناد الأهلي وينفعش يتقرر مع هذا الجيل مرتين وبيمن الناد الأهلي انت ممكن تتقبل الهزيمة فيه أندية تتقبل الهزيمة لكن هنتعودنا جوان الناد الأهلي لن نتقبل الهزيمة ما عندناش الأمر ده أو ما تعودناش على الأمر ده مع الناد الأهلي كده يا محمد تعرف 48 ساعة بعد المباراة استمر حالة الحزن اللي موجودة عند اللاعبين وعند باثة فريق للناد الأهلي لأن الأمر انت مش مجرد عزيمة أن تغلب بهذا العدد من الأداء وزيمة فقيلة أكيد لها تأثير الكبير جداً سواء على الجهاز الفني أو على اللاعبين عايز أقولك أن مستر مرس الكولر حتى الآن يعني زي ما تكون يا محمد تبكلم في صدمة يعني بيستوعب الأمر أنهم لحد الوقت ليستوعب أن الناد الأهلي انتغلب ده خمسة يعني الأمر ده بالنسبة له يعني شايف أنه الأمر كبير جداً أن الناد الأهلي يتغلب خمسة لذلك المستر مرس الكولر هو عقد اجتماع واحد مع أفراد الجهاز الفني طبعاً اتكلم على المباراة واتكلم على تجاوز هذه المرحلة وضرورة التحضير لمباراة الأوتنل الكاميروني لكن يا محمد وإحنا موجودين في البعثة خليني يعني يعني بابولك إحنا من خلال قناة أهلي بني للأسورة بالكامل تبص العيون مستر مرس الكولر ما بين الحزن وما بين الصدنة هو مش مصدى إننا إزاي الناد الأهلي يتغلب بخمس بخمس أهداف تقدي عن أمر مؤثر جداً مع مستر مرس الكولر على الجانب الآخر اللعبين عقد اللعبون جلسة يعني اللعب الناد الأهلي بالكامل عقد وجلسة كافر محمد الشناوي ورامر ربيع وكبات إن الفريق تكلمه طبعاً وعمر السلية على ضرورة تجاوزة زي المرحرة وضرورة تحمل النقد الموجه من جمهور الناد الأهلي يعني بالفعل كده لازم تستحملوا الكلام اللي بقولوا جمهور الناد الأهلي لازم تتحملوا للنقد لازم نرد إن احنا نحاول ننصلح أو نصالح الجمهور في مباراة القطن اللي الكاميروني تكون بداية إن شاء الله للفترة القادمة الحزن طبعاً بيسيطر على اللعيبة الحزن بيسيطر على أفراد الجاز الفني لكن انت دايماً ببص للمستقبل أكيد مش هنقف قدام الأمر ده كتير لكن أكيد هنركز في مباراة القطن الكاميروني وأكيد ده اللي مطالب بيه كل أفراد البعث اللعبين بالجاز الفني بضرورة التركيز في مباراة القطن الكاميروني مباراة سانداونز ونتيجاتها وحادثها أكيد هنرجع لها وأكيد هنقف عندها مش إحنا بس ده كل فرض داخل منظومة الناد الأهلي هيقف عندها دي المباراة بإيجابيتها بسلبيتها بكل ما فيها ولكن احنا عندنا مباراة القطن الكاميروني مباراة محتاجة 11 راجل في الملعب محتاجة روح النادي الأهلي روح الفنيلة الحمرة شخصية النادي الأهلي بالمناسبة محمد إدارة نادي القطن الكاميروني فتحت أبواب الأستاذ أبويه الملعب بالكامل للجماهير لتكرار تجربة فريق ماميلودي سانداونز أنهم يدخلوا أكبر عدد من الجماهير وبالمناسبة تعارف محمد فريق القطن الكاميروني بيلعب مباراة بدون أي حسابات بدون أي ضغوط هو القصة بالنسبة للفريق القطن الكاميروني عايز يحقق بالنسبة له ولو نتيجة إجابية على النادي الأهلي لأنه خلاص أعتقد بالحسابات بالورقة أو الألم وفرصه في الصعود أعتقد شبه معدومة في هذه البطولة ولكن الحالة الاستعدادة الموجودة في القطن الكاميروني وفتح أبواب المدرجات للجماهير بتقول أن جماهير أو مسؤولي نادي القطن الكاميروني أكيد بيحلموا أنهم يحققوا نتيجة جابية على النادي الأهلي أعايز أقول لك أن اللعيبة خلاص الاجتماع اللعيبة مع بعضهم اتكلموا وأمور كتير جدا وقف عندهم كل لعيب لم نفسه كل لعيب أثر في شيء كل لعيب عارفه وأثر في إيه لعيبة كلها بالكامل كل فرد مش محتاجة محمد تبصوا لعيون اللعيبة تقرأ في عيون اللعيبة كل شيء ده الأمر الخاص باجتماعات مستر مارسل كولر مع أفراد الجهاز الفني ويعني تقدر تقول اللعبين وجلسة اللعبين مع بعض نتكلمه إزاي نتجاوز هذه المرحلة وإزاي نحضر لمباراة القطن الكاميروني تعرف طبعا بالأمس كان الفريق استقنف استعداداته لمباراة القطن الكاميروني أدى الفريق تدريبه على ملاعب جامعة بريتوريا كان يعني استشفى كده وتمرين خفيف للمجموعة اللي شاركت فيه مباراة مميليديو سانداونز ثم المجموعة اللي ما شاركتش فيه مباراة سانداونز كان تدريب مكثف مستر مارسل كولر يعني عايز أقول لك من المرات الأوليلة جدا تلاقي مستر مارسل كولر قبل المران خلق ما يعني معاقدش جلسة مع اللعبين لا دخل على المران على طول تكلم فيه النواحة الخططية النواحة الفنية اللي طالبها من اللعبين زي ما قلت لك محمد حتى الآن مستر مارسل كولر مش قادر يعني هو مش ميصدق نحنا زينادي لقى اللي يتغلب خمسة تقد الموضوع لي أمور كتير جدا عند مستر مارسل كولر وتحضيره لمباراة الفضل الحمد طيب هو أكيد كجهاز فني لازم يبقى طريقة إدارته للملف ده مختلف عننا احنا ممكن نزعل لغاية يوم الجمعة ممكن نزعل حتى بعد التأهل لأن النتيجة دي أكيد مش هو الأهلي بس الجهاز الفني مهم جدا برضه يخرج من الأجواء ده عشان يحضر لمطش القطن لنسى عنده فرصة في التأهل فازاي هيتعامل نفسيا مع الملف ده فظل أنت بتقول لي طبعا أن كولر مصدوم ومش مصدق أن اللعابة اللي كان بيران عليها ممكن تطلع بالنتيجة دي ولكن هو برضه لسه عنده مباراتين فالجهاز الفني أكيد لازم طريقته تختلف عن طريق التفكير نحن كإعلام أو حتى كجمهور فهل حتى تكلمت مع كولر تكلمت مع الكابتن سايد يا فروح حتى في الجزئيات دي هل إزاي الممكن الفريق يخرج من الأجواء دي في ظل كمان أن فكرة كويسة أنك تفضل في جنوب أفريقيا لغاية الأربع لأن الأجواء في جارة وإحنا عارفنا طبعا أجواء صعبة جدا وحتى على فكرة بالمناسبة كمان لو جمهور دخل بعدات كبيرة مش مشكلة الأهل اللاعب في القطن كتير بكامل العدد من الجماهير في الملعب ومع ذلك الأهل رجع دائما بنتيجة إيجابية يعني فمش مشكلة حضور الجماهير لكن العمل النفسي ده مهم من الجهاز الفني قبل ما يكون من اللاعب يا فروح أعتقد يا محمد ده نقطة من النقاط المهمة جدا اللي مستر رامارس الكولر في كلامه مع أفراد الجهاز الفني يعني زي ما قلت لك إن حالة الحزن ولكنه في نفس الوقت طالب الجهاز الفني باللعب ومع اللعبين بعدم الحديث مع اللعبين في أي أمر يخص مباراة ماميلديو ساندونز نقفل تماما صفحة مباراة ماميلديو ساندونز طالب الجهاز الفني بعدم الحديث في أي أمر يخص مباراة ماميلديو ساندونز وطالب التركيز والتحضير لمباراة القطن الكاميروني بإذن الله بالمناسبة هيعقد النهاردة محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في تمام الساعة السابعة والنص تتكلم طبعا على كل الأمور الخاصة بيه مباراة القطن الكاميروني والتحضير لزيق المباراة طبعا هو بالأمس كان عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجاذب الطبي في النادريالي يعني لتجهيز البرنامج الاستشفائي الخاص باللعاب للنادريالي يعني تقدر تقول هو استكمل برنامج من الأمس ثم اليوم وبالنهاردة يعني مصر مرسل كولر منح اللاعبين راحة من التدريب والاكتفاء فقط بالتدريبات الاستشفائية للاستعداد لمباراة القطن الكاميروني تقدر تقول أن يعني بأكد لك طبعا أن حسين الشحاب بالأمس كان شارك في المران بشكل كامل وجاهز لمباراة القطن الكاميروني أيضا خالد عبد الفتاح اللي شارك في التدريبات والتدريب بشكل أكثر من مميز وإن شاء الله جاهز أيضا لمباراة القطن الكاميروني حمد عبد المنعم زي ما صرح لنا وقالنا دكتور أحمد أبعابلة هيتم إجراء اختبار طب اليوم لمحمد عبد المنعم لتحديد مدى جاهزيته وبأكد لك إن شاء الله يعني بنسبة فوق الـ 80 أو 90% إن شاء الله محمد عبد المنعم هيكون جاهز لهذه المباراة طبعا مستر مرسل كولر زي ما قلت لك هيعقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في تمام الساعة السابعة والنصف وزي ما بأكد يا محمد زي ما بنأكد خلاص مباراتنا ميليدي سانداونز بنقفلها دلوقتي أكيد هتتفتح فيما بعد نتكلم فيها لكن التركيز لمباراة القطن الكاميروني تفرج على مجموعة من المباراة لفريق القطن الكاميروني اللي بالمناسبة كانت تلقى الهزيمة في مباراة الأخيرة في الدوري في الكاميرون بهدف مقابل لشيء من يعني صاحب الترتيب الثامن في جدول الدوري في الكاميرون واللي برضو أكيد بيفكر في مباراة الآلي لكن إن شاء الله محمد يكون رهن على لعبة النادلاء اللي في هذه المباراة تجاوز المرحلة تحقيق انتصار على فريق قطن الكاميروني إن شاء الله لعبة النادلاء اللي يكون على الموعد في هذه المباراة سؤال أخير بإجابة نعم أم لا هل بالفعل زي ما تكتب وتقال النهار ده ممكن يحصل إجراء في تعديلات في تشكيل الفريق؟ ده ممكن يحصل يا فاروق؟ آه أو لا؟ خلينا أقول لك محمد كل الكلام اللي بيتقال حتى الآن يعني ما أدرش أن أنا أجزمناك في صحيته لأنه ما أدرش أي حديث عن هذا الأمر أعتقد كل الكلام اللي بيقاله وكلام غير صحيح بالمرة مستر مارس الكولر زي ما بقولنا لسه ما حسمش هذا الأمر أنت عارف أنه يتمرى إن شاء الله غدا الثلاثاء ثم الأربعة ثم هتوجه إلى الكاميرون ثم هيكون في تدريب يوم الخميس إن شاء الله في الكاميرون أعتقد كلها أيام لسه من خلالها مستر مارس الكولر هيحدد مين الحداشر لعب اللي يكونوا موجودين في أرض الملعب ممكن من الممكن يكون فيه إجراء تبدلات مجموعة من اللعبة تدخل لكن هذا الأمر لم يجزم حتى الآن من قبل الجهاز الفني للنادي العلي ولسه فيه وقت كمان النهاردة هم نتكلم في الاثنين المارس الجمعة فلسه فيه تلاتة أربعة تدريبات يعني عموما يا فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا كل التوفيق ليك والبعصة إن شاء الله